تب حكينا موقف بقى كوميديا يعني انت من ساعة ما بتتكلم دلوقتي وحاسة بقى الموضوع وتحلمت وحاجة دي كلها حلوة بس في موقف بقى إحنا ما نعرفهوش خالص مثلا كوميدي مش متخلين ممكن يحصل في قط اللبس من شخصيات يعني انت كنت معايها فعلا لا هو الكوميديا كانت في الجيل دا مثلا كان كابتن رضا عبدالعال كان رهيب يعني كنت افتكر ان هو بيعمل مقالب على طول في اللعيبة لما كانوا يخشوا في اللعيبة بتعمل تدليك فيبقى بيتدلك وبتاع يقوم رايح جاي بجردن مية سقعة ودلقها على اللعيبة اللعيبة الزغارة مثلا احنا نبقى مثلا في المختص او الجاكوزي مية سخنة والريكوفريو بتاع فاول ما ييجي هو فيطلع ور فيقوم مطلع اللعيبة النشئين يخلي مثلا حد يغنيله كان بيعمل قلق طول الوقت دي من الموقف الزريف التقوم به دا طب ندخل بقى على مرحلة التلحين التلحين دا يعني ماشي اوكي ممكن الواحد يكون حاس انه يعرف يمثل او عنده موهبة معينة لكن التلحين لازم يكون درس حاجة مسك نوتة معينة مسك آلة عزف عليها كده يعني مش لازم وانا هقولك موضوع التلحين دا هو فيه في نمازج كتير قوي مدرستش يعني تلحين او مدرستش موسيقى تمام جدا فهي طبعا لقيتها موهبة موجودة انا ما عملتش مجهود فيها خالص يعني وفجئت ان انا طبعا تبتعزف يعني تقول لقيتها علمت نفسي سماعي علمت نفسي سماعي الجيتار وجبت كم حد صاحبي كده ميوزيشنز يعني علموني الكورتز والدائرة كده للكورتز وبتاليت الحن كده واحدة واحدة بس الحمد لله يمكن اصخلي بيالك التلحين زوق التلحين دا زوق ففجئت ان انا بقى اعمل اغاني للناس مهمة جدا وطبعا كان ليا الصديقي اميرة عيمة الشاعر وايمن بحجة امر برضو فابتدوا ياخدوا مني الالحانة ويسمعوها الانجوم كبيرة وهنا بقى ملحن وموهوب ليه تعمل بقى اغاني باسم مستعار هقولك ليه لاني كنت بالعب كورة اميها وكنت يعني بصي انا ما بحبش بيقولوا صاحب بالين كدب اه يعني انت خفت من الجمهور مثلا يقول عليك مش مركز ما خفتش معنا بخافش بس انا بحب بدي كل حاجة حقها لان انا كنت في الفترة دي كنت مثلا لما لحنت كان مثلا كنت خلاص بفنش او في دماغ انا هبطت الكورة قريب فكنت عايز اخلص الكورة باقفل صفحتها من غير دوش طب انت عملت اعمال حلوة قوي ما اندنتش بقى انها اسمك ما تحطش عليها قلتلك عوالله ما بندمش يعني حتى حتة صغيرة كده من جوه خالص لاني بعملها بقلبي وببقى مقتنع جدا بقرار فقرار اعتزال من دمتش عليه قرار ان انا طب اعتزال وقلنا ناشي بس انا دلوتي عملت حاجة اندلوتي مزيعة في سجادة الحامرة يعني ايه يبقى مش بتاعي ومش باسمي انت يعني اي حاجة بيبقى عنده يعني غير على حاجته ما كانتش في الفترة دي وانا عايز اقولك حاجة انا الحتة دي ما بغيرش فيها خالص يعني انا ممكن ادي حد لحنة اصلا واقولك تب علي اسمك يعني ما عنديش مشكلة لان هي دي موهبة دي موهبة يعني ربنا مديها للبني ادم طبعا فكرة ان انا بعد كده اكتب اسمي على الاغاني كانت مهمة جدا لان انا اكتشفت ان انا بعمل اغاني يعني نجوم كبيرة اللي عايزة الاغاني فهمها فمن هنا بتديت اصدق الموضوع ومن هنا كنت خلاص قفلت صفحة الكورة فبتديت ايه خلي بالك المزيكة مرتبطة بالتمثيل يعني هتحسيهم في حتة واحدة اه الاثنين مرتبطين ببعض فهي زي ما تقولي كانت السلمة اللي خدتها ووصلتني للتمثيل هنعرف ازاي الموسيقى مرتبطة بالتمثيل بس نتلع مع الفاصل ونكمل تليه خليكم معنا خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا